كان نزل برومو لمسلسل جعفر العمدة من بطولة الفنان محمد رمضان في خلال الاسبوعين اللي فاتوا بس كان صغير شوية ولكن نزل خلال اليومين اللي فاتوا دول اعلان مطول شوية وما شفتوش حتى الان فقلت اتفرج عليه مع بتوع افلام نظرا ان كتير جدا بتوع افلام طلبوا مني ان انا اعمل تريلر ري اكشن على مسلسل جعفر العمدة فمين الابطال في مسلسل محمد رمضان الجديد وايضا المخرج محمد سامي اللي هما اللي اتنين يعتبر مع بعض حققوا نجاحات كبيرة جدا في الدراما الرمضانية هنتكلم عن كل حاجة ونشوف تريلر مع بعض بس قبل ما ابتدي حلقة بتوع افلام تزبطوني لايكات كتيرة جدا 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 وشار وسبسكرايب للشانل لو لاول مرة طبعا عايزكم تشاركو على انستجرام فيديو وفيسبوك فيديو بدوسوا على قرار السنباتة عشان تجيلكو الحلقة والباول ويلا بينا نقشف الحلقة اهلا ماذا عليكو انا احمد كمال بتاع افلام مبدان كده بتاع افلام مسلسل جعفر العمدة زي ما انا قلت من بطولة الفنان محمد رمضان وبتشاركو في البطولة الفنانة زينة والفنانة ماي كساب والفنانة ايمان العاصي والفنانة منا فضالي والفنان الشاب احمد داش وايضا الفنانة الكبيرة هالة صدي المسلسل من اخراج وتأليف المخرج محمد سامي المسلسل ده هيبقى قدامه تحديات كبيرة جدا وخاصة لمحمد رمضان مش لمحمد سامي لان محمد سامي اثبت مع انجوم كتيرة جدا مش مجرد محمد رمضان هو بينجح جدا في الدراما الرمضانية وشفنا ده مع انجوم كتيرة زي مثلا بدايات مسلسلاته اول اعماله مسلسل ادم مع تامر حسني وبعد كده النجاحات اللي عملها مع الفنانة غاد عبد الرازق حكاية حياة ومع صبك الاسرار وشوفنا برضه اعماله مع احمد سامي ويعتبر المسلسل الوحيد اللي محققش النجاح المطاقع لمحمد سامي والناس يعتبر في خلال 30 يوم دول ما عجبهمش مسلسل خالص وناس كتيرة جدا كانت متحمسة المسلسل الناس الاغراب لحد ما نزل بدايات البوستر اساسا الناس كتيرة حست بافورها من بداية البرومو والبوستر والكلام ده بس طبعا محدش كان حيقدر يتكلم عن حاجة من برومو او بوستر او الكلام ده ولكن طبعا فيما بعد فهمنا ان العمل مش بقيمة النجمين دول بس عادي ما فيهاش اي مشكلة مفيش مخرج مبيخيش في كوكب الارض ولكن ليه بقول لك تحدي اكبر لمحمد رمضان لان سان الفاتت لو تفتكروا مسلسل المشوار لمحمد رمضان محققش النجاح اساسا يعني يعتبر كان من اسوأ الاعمال سان الفاتت كان مسلسل انا مش فاهم وكانوا بيصوروا لحد دي يوم تسعة وعشرين والكلام ده واتكلمت على الحوار ده بس حاجة ايجابية تتقال عن الموضوع ده الصراحة ان بيقولوا دلوقتي ان المسلسل قدام اسبوع وينتهي تصوير فهم غالبا هيخلصوا التصوير قبل رمضان فدي حاجة ايجابية واخدين راحتهم مش مستهاربعين ولسه لازم نسلم الحلقة بكرة عشان بكرة تسعة وعشرين رمضان ولا تمانية وعشرين فدي حاجة ايجابية لازم تتقال والمسلسل اللي قبليه برضو كان مسلسل موسى يعتبر برضو من الاعمال ما نجحتش برضو لمحمد رمضان فهو قدامه تحدي هل يطرى الناس هتتقبلوا ولا لأ هل يطرى محمد سامي كالعادة حينجح مسلسل محمد رمضان زي ما هم على طول متعودين مع بعض طبعا انتوا عارفين يعتبر انجح اعمال محمد رمضان في الدراما غير حباشة هم مسلسلين ويعتبر كانوا اكتر كمان نجاح من حباشة وهو مسلسل اسطورة وهو مسلسل برينس اللي كان مع محمد سامي فهل يطرى التجميع دي هتعمل النجاح ده تاني ويحققوا نجاح قوي جدا يدغوا رمضان كل ده هنشوفه ونبتدي بالتريلر ويا اتمنى التريلر يبقى كويس وكده كده عمري ما هحكم على عمل من تريلر انتوا عارفين كده كده فيلا بينا بتوع افلام هبتدي الوقتي 5 4 3 2 1 موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى يعني الاعلان ما وضحش اي حاجة يعني ما بينش اي حاجة ويعني كنت متخالن حيبقى فيه اي حاجة بس اللي انت واخد بالك منه او الكلام اللي بيتقال ان محمد رمضان متجوز اربعة والربعة تبقى زينة يعني زينة هي الزوجة الجديدة وشوفنا في التريلر انه بيتكلم على كل واحدة من مراتاته اللي هو ما هي كالسائب وايمان العصي ومنه فضالي ولكن الطبع اللي موجود زيادة في الاعلان ده ان فيه شبحانة زيادة يعني زي ما احنا متعودين على طول محمد رمضان تعالوا نشوفوا التيزر الاول ومش عارف فيه تاني ولا فخليكم معايا 5 4 3 2 1 اشتركوا في القناة سيناريو حوار محمد سامية ومهاب طارق وكسة واخراج محمد سامية انا بقولك اهو بعد ما شوفت الاعلان هيبقى مسلسل شعبي شبحاني ماشي ده كان موجود في البرنس وكان موجود في الاستورة انا شوفت البرنس وكنت مستمتع بيه الصراحة رغم ان هي قصة تقليدية وتعامل الكتير وكل الكلام ده ولكن كنت مستمتع فانا كاعلان مخليني مش متحمس بس انا هتفرج عن مسلسل واشوف ايه الكلام ممكن مسلسل يشدني جدا ويطلع حلو فعلا واتفرج عليه ويبقى محمس جدا ويبقى من مفاجآت رمضان الله اعلم هنشوف كده كده خلاص فاضل اسبوعين يا بتوع افلام يا احلى بتوع افلام في الدنيا اهم حاجة رأيكم انتم هل انتم شايفين المسلسل جعفر العمدة هتبقى عودة محمد رمضان للدراما الرمضانية ويبقى المسلسل من اكتر مسلسلات النجحة في الموسم ده ولا شايفين ان محمد رمضان فقط شعبية كبيرة جدا هو مش واخد باله منها وفي نفس الوقت حاسس ان ادواره يا جمان حاس ان الدور ده مكرر يعني حاسس فكرة ان انت الشاب الجامد ومش عارف ايه اللهم ما بلغته حاسس ان انا شفت الشخصية دي كتير حاسس ان تون الصوت ده هو هو يعني انا عايز اشوف حاجة يعني انا نفسي اشوف محمد رمضاني بس معلين خلاص هو مسلسل رمضاني في موسم رمضاني شعبي جميل هنشوف كده كده ما قدرش اتحامل واقول كلمة على المسلسل ولا اي حاجة انا اتعليكي على احساسي بعد ما شفت الاعلان ولكن ما قدرش اقول اي كلمة على مسلسل ممكن فعلا مسلسل يبقى مفاجأة والله اعلم وكده كده هنشوفه مع بعضينا ونتكلم يا احلى بتوع افلام في الدنيا بس اتمنى ان انتوا جاوبوني على اسئلة الحلقة وانا كده كده ارد عليكم زي ما احنا متعودين على طول والسؤال ليك هل انت بعد ما شفت الاعلان ده متحمس للعمل ده جدا سيب لي رايك تحت في الكومنتات واحب اسمع عارض كلها وفي نهاية الحلقة بتوع افلام اتمنى 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 حلقة بتوع افلام يزبطوني ولا ايه الكلام ازبطين لايكات كتيرة جدا 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 وشاربوا سبسكاب التشانيل لو لا اول مرة وطبعا عايزكم الشرف على انسجرام بيجي وفيسبوك بيجي ودو صور جارة السابقات عشان تقلكن على اول باول واح لمس عليكم